طيب بما انك تطرقت بقى التصريحات كيروش قريت ازاي تصريحاته الاخيرة ويعني شايف كده من وجهة نظرك ايه الاشكاليات اللي عندنا في المنتخب اللي لازم ناخد فيها يعني موقفه لازم يبقى ليها حل سريع جدا بصي تصريحاته كان انا من وجهة نظري يعني لما شفت المؤتمر مؤتمر طويل جدا ساعتين فمعنى ان الرجل عايز يفطفط باللغة بتاعتنا فعايز يتكلم اتكلم على تأجيل مباريات الدوري وهو ما كانش عايز ده ده اندل على شيء فبيدل على ارتباك واضح حصل لمعسكر المنتخب ان احنا مش هنلعب مباريات انا هقولك كمان على مفاجأة يعني ان احنا هنلعب منتخب الكنغو يوم سبعة احنا هنسفر يوم سبعة هنلعب منتخب الكنغو تأسيمة مش ماتش تأسيمة هنعملها ثلاث تأسيمات عشان المنتخب كله يشارك فيها المنتخب ده منتخب الكنغو بتاع المحليين مش المنتخب الرئيسي والمنتخب ده كمان اصلا هو مسافر عشان اللي بيدرب الكنغو هكتور كوبر اللي كان بيدربنا فعايز يشوف مجموعة من اللاعبين المحليين عنده فهو بالنسبة له افيد مننا لان انا انا شايف ان الاستفادة اللي هتكون لنا من مطش ليه هو مش لي نحن هو اللي يستفيد اكتر لانه هو عايز يكمل قيمته لانه قيمته مش كاملة فبالتالي الاستفادة ليه اكتر ما هي بالنسبة لنا لانه احنا كان المفترض نلعب مباراودية في الموعد من 1 ل 5 يناير ولكن احنا تأجيل الدول المفاجئ اللاعبة راحت في البيت 3 ايام اصر علينا بشكل سلبي انا عارف ان ده هيبقى مردوده قدام شوية ولكن خلاص هو الراجل قال في المؤتمر انه تعامل مع الوضع وخلاص هو تحمل المسئولية اتكلم كمان على انه ودي انا برضو لازم اقف عن ده شوية قال انا جاي عشان كسل عالم لسه كنت أسأل حاج لالي ده تصريح خطير انا مش جاي او كسل امم مش في الاعتبار الاهم المندية انا شايف ان الخطأ بص مش عايز احمل عشان اكون منصف هو الراجل لما جاي في وقت كان فضله مطشين عشان نحسم الصعود الى المرحلة التانية من تصفات كسل عالم فلما لعب مطشين ليبيا وكسبنا مطشين ليبيا بعد روحنا انجولا والجابون خدنا النقطة اللي احنا عايزنا وصعدنا هو راجل كان جاي بعد كابتن حسام البدري الوقت عنده دي فلما قعد احنا جبنا له شروطه ما قدرناش نقول شروطنا لان احنا جايبينه مزنوئين بمعنى اصح انت محتاج مدرب ومدرب عالمي في 3 ا4 ايام عشان انت كنت رايح بعد ازواج تلعب ليبيا فلما جاء هو قعد حط شروطه كمان هو يعني في انجادة المدير الفني اتحاد القرى بلدياته ولعب له في دماغه يعني باللغة بتاعتنا قاله لا مش هينفع انت تيجي هتقول البطولة هتضحي بنفسك المنتخب السقة المش كاملة او ان احنا اخذ البطولة لان احنا اخر البطولة على الارض انها طلعين من دور 16 شوفنا وقتها تغييرات اصلا يعني ما كناش متوقعنا ومش متعودين عليها ولكن بعد شوية بعد عدة مباريات لقينا برضو انه بجانب التغييرات دي اللي كان ليا كان عنده فيها يعني حق شوفنا كمان عند هو ده برضو استكمالا لسلسلة انه انا انا جاي في اربع شهور فانا واخد الصلاحيات التامة من اللي انا عايزه وده عقد بيقول كده هو مضى عقد انه لو انا خسرت كاس العالم بس او ما سعطش لكاس العالم اروح غير كده في النص هو بيقول كمان في المؤتمر انه مش حاجة في العالم بتقول انه مدرب يمضي ويحط بند انه انا لازم اخد البطولة ده مش موجود ما حدش يعرف الكلام ده غير ربنا يعني هو قال كده التصريح نصا بس على الأقل الكلام بتاعك والدوافع والطموح اللي هتزرعه في اللعيبة لازم يكون مختلف يعني لازم يكون مختلف ان انا اقول للعيبة لا انا رايح انافس كاس العرب انا رايح اجرب بطولة الامم انا رايح اجرب طب انت رايح بعد كده على مطش شهر تلاتة تصفيك كاس عالم انت مش رايح تجرب انت في الحالة دي ما حدش هيستحملك انا ليه وجهة نظر كمان انه هو راجل خلاص اختار قيمته انا شايف ان هو اختارها يعني ليه مننا كل الدعم بس احنا في الاخر لازم نحاسب هو تصريح زي داي خلينا نروح هنا لفكرة التصريح ده مسئوليته هو ولا مسئوليته اللي اتعقد معاه اصلا من الاساس اللي اتعقد معاه اتعقد من موقف ضعف انقاذ موقف يعني كان من منطلق انقاذ الموقف بس فيه بعض الناس على السوشيال ميديا قالت قالت يحمد يمكن ده تمويه خاصة بعد ما عبدالله سعيد تلع قال لا احنا بالنفس لا اعلى مستوى عبدالله سعيد كقائد فرقه لازم يقول ده ولازم يعدل ده بس ده مش دور قائد فرقه ده دور مدير فني عبدالله سعيد مهما كان عبدالله سعيد نجومية واسم عبدالله سعيد مش هتيجي حاجة في المدير الفني كوروش بسرته الزتال عالمية طبعا انا بالنسبة لي بصراحة ما كانتش مقنعة قوي فكرة التمويه لانه هو حتى لو قلت كده اكيد كل فرقه وكل منتخب هينزل يلعب هو البعض كمان يعني على مواقع تواصل الاجتماعي تحديدا يحمد اتكلم في فكرة النداء هو بيرفع الضغوط من على اللعيبة وان كنت انا شايف ان ده ليه اثر عكسي تماما انت بترفع الضغط فانا نازل باستهتر ارفع الضغط على اللعيبة ده لما اكون رايح بطولة انا مش السيد بتاعها انا مش سيد قرتي ارفع الضغط لكن انا لازم اوصل رسائل ان انا قوي انا عند محمد صلاح عند النيني عند تريزيجي عند الشناوي لو بصنا على العناصر دي منفردة هتلاقي فيهم ناس في التشكيلة الافضل لمنتخب افريقيا فبالنسبة لي انا اعمل ده لو انا رايح هلعب البرازيل لو انا رايح هلعب المانيا اقول ده في كاس العالم والقراط لكن انا رايح هلعب بطولة وخارج من اخر مرة على الارض وفي نفس الوقت انا كمنتخب الناس كلها بتعمل لي حساب السياسة دي انا بشوفني اساسة الضعيف ان انا اقول تصريح انه عشان ارفع الضغوط من على لعبتي لا ليه بالعكس انا لازم احطهم تحت ضغط وتركيز انا قريب من معسكر المنتخب جدا ومن لعيبة ومن الجهاز الفني وبعرف اللي بيدور في الكواليس انه اجايبينك هنا عشان نعرف اللي بيدور في الكواليس اه ان شاء الله نقوله بس انت لما تيجي تروح تلعب بطولة كاس العرب ويكون الناتج منها او النتاج منها تطلع باثنين لعيبة تاخدهم معك في القيمة دي اللي هم وعمر كمال عبد الواحد ومحمد عبد المنعم اللي هم اصلا مش هيلعبو نعم وفي حاجة غلط وانت دلوقتي حسين فصد راح فين احمد رفعت راح فين مراوح الحمد اللي انت اتكلمت عليه وقلت واتخنقت عليه وفي الاخر مش هتاخده معك كل اللعيبة اللي انت اتكلمت عليها انت مختاش احمد ياسين خدته معك ومخدتهش فانا شايف انه هو الراجل عنده استراتيجية محدش عرفها غيره والمجموع المساعدين اللي معاه وان كان ليهم دور اه ليهم دور عشان الناس كلها ماشية انهم ملهمشوا دور لا هم ليهم دور ولكن الاجانب عندهم سياسة انت تقول وانا اقول وكل يقول بس القرار قرارنا في نهاية اه لكن كاكروش والتشكيلة والقايمة اللي عملها 25 لعب ليه بعض التحفزات عليها في بعض الحاجات ولكن انا برضو لازم ندعم انه احنا في ظهره ان كنا ضده في بعض التصريحات بس احنا مجرد ما المنتخب بينزل بيلعب احنا خلاص بننسى كل الحاجات دي لكل ده